بسم الله الرحمن الرحيم أليس لهم ممرة فيك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وتفضر الشمس والقمر كل يدري لأدل مسمى يدبر الأمر يقصر الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مز الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل السمرات جعل فيها زوجين اثنين يرشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لطوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان ومن يسقى بماء واحد ونفضر بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لطوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي طلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلاب في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها قالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم ناد الله يعلم ما تحمل كل أنسى وما تغيظ الأرحام وما تزاد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أثر القول ومن جهر به ومن هو مستقف بالليل وكارب بالنهار له معتبات من بين يديه ومن قلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب السقال ويسبق الرعب بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباطط كفا إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلاله بالغدو والآطال قل من رب السماوات والأرض قل لله قل أفتقدتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتملت سيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار متغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يطرب الله الحق والبعط فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكت في الأرض كذلك يطرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئة النهاد أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوقون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويقشون ربهم ويطافون سوء الحساب والذين صبروا بتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسد الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبانهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت فيه الجبال أو قطعت فيه الأرض أو كل مبيل موتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تطيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من ذارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يحيقني عاد ولقد استهزئت رسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يؤمن الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها إلت عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وجرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أدن كتاب يمحو الله ما يشاء ونثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذين عدوهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أنا نأذي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معكب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكتب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر